لما نسمع أن المرأة تضرب الرجل يعني يصيبنا الذهول ليش؟ ما نقول الله هداها نقوله شلون كلمة شلون لأن دائما المرأة يعني وهذه إحصائية دائما المرأة يعني مو معروفة عنها أن يتمديدها الرجل شوية هو من نوع المتسرع نوع اللي هو يتهاويش حتى لما نصير عراكات بالشارع قليلا تشوف نساء يتعاركون أما الرجال فيه بكثرة أنا عندي رد بس ممكن نمط تفكير الرجل أو ما أعلم أنا أعتقد أن المرأة في الحياة الزوجية أكثر رقية من الرجل والمرأة هي بحاجة للرجل أكثر من حاجة الرجل لها في الأيام القديمة في أيام الإنسان الأول كان الرجل ليعمل والمادة في يده فهذا صنع المرأة أنها أكثر قدرة على التحمل لما تطورت المجتمعات وأصبحت المرأة لها دخلها المستقل لم تتمرد على الرجل إنما تمردت على الرجل النذل وتحترم الرجل الراقي ولذلك الأنظمة اللي بدأت بالخريج تظهر إجمالا هي تحترم الرجل الراقي وتحترم الأب الراقي أما الأب المستغل والزوجة الغير راقي فإنها تلجمه الجامع أي امرأة متزوجة من رجل الراقي تريدها أن تستمر معه لكنه كان غير راقي يا أخي لا جمالة للحياة معه أب غير محترم تماما له حق البر أتدري أن بر الوالدين لا يشترطوا الحب للوالدين إنما يشترطوا الإحسان تماما لأنه فلو عندك أب مخطئ ومسيئ ما تقدر تحبه لكن واجب البر عليك الرجل مدامنا على ذمته واجب الوفاء تماما لكن إن لم يكن محترما فلا ما كان له نجل تعريف الاحترام قد أكون أنا فعالية وقد شتمها الرجال ثم إذا فعل غير محترم لا يجب أن نحدد أين البيضة وأين الدجاجة الأمر الآخر كون تتعدى بالضرب نحدد السببية هل هي من المرأة أو ردة فعلا على الرجل ثم وأن تسأل دكتور طالب تقول يعني مقبول من الرجل بترت يد رجل يرفع يده على امرأة يا سيدي الحديث يعني النبي صحيح هي مو مقبولة دكتور عشان لا يفهم كلامي خطأ هي لما تسمع بهذا الخبر تقول الله يهدى صراحة في ريالي مديدة على مرأة بس لكن لما يقول لك امرأة مدت يدها على ريال تستغرب شلو تبجيوب مختصر كل الله يهدىها ما يسو قضينا هذا المجتمع ما يقول الله أنا أنادي يقول معقولة يعني يقول معقولة لأنه افترض صنما معين الرجال يطيق المرأ يعني غلط بس عيس الله يهدي لا أنا أتكلم عن القوة الجسمانية تختلف أنا أنتقد ترى المجتمع في نظرته طبعا تستاذنا وراء إذنا تماما مسألة المرأة تطيق غلط والرجال غلط لكن لو حدث من امرأة هو خطأ كما هو من الرجل